أشار وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم الأهمية الاستفادة من فترة أقصى لاحتياجات المائية لموسم العام الحالي والعام السابق في تحديد النقاط الساخنة المتبقية والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة جاء ذلك خلال أجتمع وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني